السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي منهج كونكت تو النهاردة هنشرح يونت تو ماي بادي الوحدة التانية بعنوان جسمي اول حاجة درس الاول لسنوان نبدأ بالبوكابلوري معاني الكلمات اول عضو معانا هنجيب من فوق لتحت كده هاد 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 اتش اي اي دي رأس تاني عضو معانا الوجه فيس اف اي سي اي فيس الشعر هير اتش اي اي ار هير العين اي 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 الجامع بتاعها ايز عيون اي واي اي اس نوز الانف ان او اس اي الاس هتتنطق زت والايميش هتتنطق نوز امف اير اير اللي هي الاذن اير اير معناها اذن والجامع بتاعها اذن ايرز اي ا ار اس ماؤث ماؤث الفم التي اتش بتتنطق ثاء ام او يو تي اتش ماؤث لبس الشفايف بنقول عليها لبس بعدين السنة الوحدة توث تي او او تي اتش برضو التي اتش هنا تتنطق ثاء توث والجامع بتاعها اسنان تي ث تي اي اي تي اتش تي ث بعدين عندي الرقبة ان اي سي كي نك نك رقبة بعدين عندي شولدرز شولدرز اللي هي الاكتاف اس اتش او يو ال دي اي ار اس ننزل كمان تحت شوية اارم الزراع اارم اي ار ام والجامع بتاعها ارمس اي ار ام اس بعدين عندي هاند هاند معناها كفة الايد اتش اي اين دي والجامع هانز هانز اتش اي اين دي اس بالدي مش بتتنطق هانز والاس هتتنطق زد بعدين عندي فنجر فنجر معناها اصبع اليد ف اي اين جي اي ار فنجر والجامع فنجرز هنضف لها اس بعدين عندي ني الركبة الكي مش بتتنطق كة اين اي اي ني ني معناها ركبة والجامع نيز هنضف لها اس بعدين عندي الساق الرجل كلها بطولها كده اسمها leg leg والجمع legs legs اللي هي الأرجل ننزل تحت خالص foot foot معناها قدم f o o t وجمعها feet feet f e e t بعدين عندي اصبع القدم toe toe t o e بعدين الجمع بتاعها toes t o e s السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي النهاردة من كتاب المدرسة بعد منزل هنكمل مع بعض الجزء التاني من unit two الوحدة التانية my body هنا بيقول لي look listen and find يعني انظر واستمع وجد تمام هنا اميرة بتشاور على الطائر بتقول لك انظروا it's a bird انه طائر it has two legs انه ببقه 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 بيقول أسنان وأذنان كبيران نقولهم تاني كمان مرة هنا زي ما انت شايف هي الصورة ما كانتش ظهرة فاحنا جبنا صورة للطائر بدل اللي كانت موجودة وما كانتش واضحة وزي هنا الكلمات كتبناها احنا بايدينه اللي هي الساق الرجل يعني اللي هي القدم هنا فيت جمع فوت فيت اقدام تمام اقدام وهو اقدام الطائر اللي هي الرأس اللي هو المنقار تمام كده من قار الطائر وهنا صورة للأرد وجاب لك عليها برضو ساهم هنا بس هنا واضحة سبناها زي ما هي اللي هو الرأس فيس الوجه تيث الاسنان لج الساق ارم الزراع هنا هاني بيقول اي هاف تو لاجز انا عندي ساقين and two feet وقدمين two ايضا I don't have a beak ولكن I don't have a beak لكن ليس لدي من قار I don't have a beak يعني انا ما عنديش من ارنو انا عندي ساقين وقدمين ايضا اي هاف تو لاجز and two feet too يعني انا عندي ساقين وقدمين ايضا I have two legs and two feet too كده خلصت الصفحة دي من كتاب المدرسة وكده يبقى احنا شرحنا او قلنا المحادسة كاملة زي ما جات الشرح كمان شوية احنا شرحنا جزء من verb to have ودلوقتي هنكمل مع بعض listen to grammar and language functions الوظائف اللغوية والgrammar القواعد نفتكر مع بعض verb to have قلنا ان verb to have معناه يمتلك زي الجمل دي I have a mouth انا امتلك او انا عندي او انا لدي فم تمام وحطينا اداة النكرة بعدها I have two legs انا عندي ساقين وهنا شلنا اداة النكرة وحطينا S جم وقلنا I have legs لو انا مش هقول العدد هقول الحاجة اللي انا امتلكها على طول I have legs انا لدي ساقين تمام ده الكلام ده اخدناه في الفيديو اللي فات وقلنا ان have بتيجي مع الضمائر I انا و you انت او انتم وضمير we نحن والضمير they هم هقول I have you have we have they have وخدنا عليها الجمل دي I have a face you have a head we have eyes they have hands احنا مش هنعيد الكلام تاني اللي عايز التفصيل يرجع للفيديو اللي فات دلوقتي هنكمل باقي تصريف verb to have هنا بيقول لك ان has بتيجي مع الضمائر he وshe وat يعني بتيجي مع الضمائر الغائب واحد لما يكون مش موجود بنقول عليه هو هو معناها he فهقول هو يمتلك يبقى he has he has he has هو لديه او هو يمتلك او هو عنده طيب طيب هي للمؤنث العاقل يعني تكون بني ادم يعني تكون ستة او تكون بنته صغيرة نقول she has she has طيب لو هو غير عاقل يعني جماد حيوان نبات نقول it has it has تمام كده he has she has it has طيب تعال ناخد امثلة على الكلام ده he has two legs هو لديه ساقن she has a face and arms هي لديها وجه وزراعان تمام it has a beak هو لديه منقار كده احنا اخدنا ثلاث امثلة على الثلاث ضمائر تعال نكمل مع بعض كده ونشوف الضمائر كلها مع verb to have هيكون الامثلة اللي عليها ازاي اول صورة للولد الجميل ده ما شاء الله I have two eyes يعنيه جميلة جدا هو ما شاء الله I have two eyes هو بيتكلم بيقول انا عندي عينين I have two eyes تمام الصورة دي البنت بتقول للولد الصغير اخوها ده بتقول له you have a face انت لديك وجه you have a face تمام كده جت have مع الضمير you هنا الكتاكيت الصغيرين دولة بيقولوا we have arms نحن لدينا ازرع we have arms هنا في الصورة دي البنت بتتكلم عن اخوها بتقول he has a nose and a mouth هو عنده انث وفم he has a nose and a mouth هنا جت has مع الضمير he الضمير هو بعد كده البنت دي الولد بيقول عليها she has a head and teeth يعني هي عندها رأس واسنان اسنانها الجميلة هي بصت عاملة ازاي she has a head and teeth تمام كده هنا الضمير she مع verb to have بياخد has she has هنا الطائر هنقول it has a big هو لديه من قار كده احنا صرفنا الضمائر كلها مع verb to have وتعالى نكمل فيديو النهاردة بالتفصيل زي ما انت شايف في الصورة هوب have هنا وهاز هنا لخصنا كل الضمائر هنا في الصورة دي تمام i have you have we have they have هنا الناحية التانية ضمائر الغائب he has she has it has تمام كده احنا لخصناهم لو انت خدت الصورة دي وطبعتها وحطتها عندك على المكتب كده او لزقتها على الحيطة في المكان اللي انت بتدرس فيه او بتذاكر فيه عمرك ما هتنسى تصريف verb to have مع الضمائر تعالى طيب نشوف ايه اللي هناخده كمان شوية دي الوقت يا سيدي احنا هناخد النفيع للأسف الشديد معلش انا مش هقدر اسيب حاجة لان هتقول لي سنة تانية مش هيقدروا يستوعبوا الكلام ده والله انا متفق معاك مليون في المئة لكن انا بشرح الموجود انا هعمل ايه صعب طبعا ان هما ياخدوا ده كله هما في سنة تانية الكلام ده كنا بناخدوا بالتدريج في تالتة وربعة والكلام ده لكن معلش هنحاول يعني هنحاول هنا هاف لما حب ان فيه هقول لا يمتلك هستعمل كلمة don't يبقى هننفي بفيرب دو ونضع له اللي هي ان اقستروف تي بتاع النفي اللي معناها لا فكلمة don't على بعضها معناها لا فاقول don't have يعني لا يمتلك don't have طيب كلمة هاز ان فيها ازاي طبعا احنا قلنا ان هاز بتيجي مع هي وشي وات هنفيها بدازنت هنفيها بدازنت لكن بعد من فيها بدازنت الفعل هيرجع للمصدر have فهقول دازنت هاف يعني ما ينفعش اقول دازنت هاز يبقى في حالتين نافية سواء نفيت بدونت سواء نفيت بدازنت لازم الفعل يرجع للمصدر لازم الفعل يرجع للمصدر هتقول لي ليه هقول لك لان الفعل المساعد اللي انا بنفي بي اللي هو don't و doesn't هو اللي بياخد التصريف يعني لو كان ده هو اللي فيه اس دلوقتي الاس راحت لدازنت خلاص يبقى ما ينفعش اقول دازنت هاز هاز هنا فيها اس ودازنت هنا فيها اس مش هينفع يبقى التصريف بيكون فين بيكون في الفعل المساعد اللي انا بنفي بيه بس وبعد من في الفعل يرجع للمصدر الفعل يرجع ليه للمصدر خلاص كده يبقى هنقول don't have doesn't have يبقى في النافية مش هنجيب سيرة هاز نهائي يعني انت افهم الجزء ده لو انت مقدرتش تفهم اللي فات ان ساعة النافية انسى هاز تماما انساها خالص هنفتكر بس don't have doesn't have تعالى طيب يمكن نقدر نفسر الكلام ده في الجزء الجاي نبص كده مع بعض شايفة سيبي هنا بالضمائر اللي بتيجي مع have i we you they we هننفي ب don't ونضع الفعل have زي ما هو لان هو اساسا كان في المصدر وبعدين هنجيب المفعول يعني هقول مثلا مع الضمير i ده اللي في المسلس الاخدر الربع الدايرة الاخدر دي هنقول i don't have a car انا ما عنديش سيارة هنا انا نفيت ب don't وبعدين جبت have كلهم هنا هيتنفوا ب don't have don't have علشان ما وجعش دماغك i don't have a car you don't have a car we don't have a car they don't have a car انا ما عنديش عربية انت ما عندكش احنا ما عندناش هما ما عندهمش يبقى مع الضمائر الاربع دولة i we you وthey we بننفي ب don't have و بعدين نجيب المفعول طيب تعالى نشوف باقي الضمائر هنا مع ضمائر الغائب he or she or it بننفي ب doesn't وبعدين نرجع الفعل للمصدر have وبعدين بنضع المفعول he doesn't have a car she doesn't have a car it doesn't have a beak يعني الكلام ده هو ما عندوش عربية هي ما عندهاش عربية هو او هي الغير العاقل ما عندوش من R يعني لما نتكلم مثلا عن الطائرة نقول هو ما عندوش من R فعملنا ايه بعد هي حطينا doesn't ما حطيناش don't زي الضمائر التانية والفعل في المصدر have doesn't have doesn't have لو مفهمتش ارجع للجزء ده تاني وبعدين نكمل معنا الفيديو في الجزء التاني وهو الدرس التاني who am i يعني من اكون انا انا مين i am aya تمام انا اسمي ايا i am a girl انا بنت today i am a doctor النهاردة انا هعمل نفسي دكتورة today اليوم i am a doctor انا طبيبة هو هنا بيقولك listen and read استمع وقرأ تمام نقول كمان مرة i am aya i am a girl today i am a doctor الاخ ده اسمه شريف بيقول hello i am شريف i am a boy today i am an engineer ما شاء الله عليك شريف اهلا او مرحبا انا شريف انا ولد النهاردة انا هقوم بدور المهندس انا مهندس hello i am شريف i am a boy today i am an engineer هنا بيقولك listen say and complete استمع وقل واكمل school costume party good morning صباح الخير انا هاني انا هاني today we have a costume party at school النهاردة عندنا حفلة تنكرية في المدرسة انا مالك هانا is a doctor هانا هتكون طبيبة اميرا از بيزي بي اميرا هتقوم بدور النحلة النشيطة يوسف is a police officer يعني يوسف هيقوم بدور ضابط الشرطة who would you like to be انت بقى عايز تكون ايه زي ما انت شايف كده اجيب لك صورة هاني بيقولك هاني از ا هاني يكون ا هنقول كينج هاني از اكينج هانا is a doctor اميرا از ابيزي بي يوسف is a police officer ده بالنسبة للصفحة الاولى من الدرس الاول تعالى نكمل مع بعض هنا لازم نعرف verb to be قلنا قبل كده في سنة اولى ان verb to be معناه يكون بينقسم الى am و is و are التلاتة معناهم يكون لكن ما ينفعش ويجوا مع اي ضمير وخلاص لازم كل ضمير معين ياخد واحد من التلاتة دولة طب هنشوف ايه اللي بيحصل هنا الضمير i بياخد am فهقول i am a police officer شلنا الايه وحطينا مكانها افوستروف للاختصار فقلنا i am a police officer يعني انا ضابط شرطة يبقى كده i بتاخد am انا اكون تعالى لشوف اللي بعدها he و she و it ضمائر الغائب هو وهي وهو وهي لغير العاقل بياخده is تمام هقول he is she is it is الاخت اللي انت شايفها في الصورة دي she is a doctor هي تكون طبيبة she is a doctor هنا she is is ضمائر الجمع كلها بتاخد are فهقول you are انت تكون او انتم تكونوا we are نحن نكون they are هم يكونوا they are engineers هم يكونوا مهندسين تمام كده تعالى ناخد شوية تدريبات علشان ننشط المعلومات اللي انا نزل راغي فيها وانت ممكن تكون تهتي مني تعالى ناخد تدريبات هي اللي بتخلينا نركز في المعلومة اكتر في الجزء ده بيعلمنا ازاي نعرف الوظائف المختلفة من خلال اللبس اللي انتم شايفه قدامك فهنا مسلا ده على سبيل المسال هيكون ايه ايوه بربو عليك مهندس وده ضابط شرطة وده هتكون دكتورة وده هيكون ملك تعالى بقى نشوف الكلام ده انجليش هي از ان هو يكون يا ترى ده هيكون ايه ايوه انجينير تمام كل ده اخد نفسها نقوله لو تفتكر هي از ا هو يكون ايوه اقوليس اوفيسا ده ضابط شرطة الشي از ا ا يا ترى ده هتكون ايه ايوه che is a doctor دي طبيبه مين ده hij is a king هو ملك نقولهم تاني he is an inginnere he is a police officer there is a editor he is a king تمام كده تعالى نكمل مع بعض هنا بيقولك من فرزولة باق يجب ان تحل انت باق أنا عندي دماغ كبيرة وودان كبيرة أنا عندي أربع أقدام من أكون أنا؟ يطرى هيكون مين؟ ده ولا ده ولا ده؟ يطرى هيكون الماوس ولا الأليفانت ولا الروستر نعيد الكلام تاني يا طرى حلت الفزورة ولا لا؟ برافو عليك طبعا هيكون الأليفانت تعال كده عايزك تحل الفزورة التانية لوحدك أنا عندي ساقين I have no arms ما عنديش أزرع ما عنديش درعات يعني I have a beak أنا عندي من أرهو أماي من أكون سهلة جدا يا طرى البرد ولا التايجر ولا المونكي طبعا هيكون إيه؟ هيكون البرد برافو عليك وتعالى نكمل مع بعض فيديو النهاردة الليسون ثري الدرس الثالث يعني من هتكوننكت مع العلوم هناخد معالي الكلمات دي سي يرى سي يرى هير يسمع هير يسمع رن يجري طبعا الصور دي من كتاب المدرسة يعني الجودة زي ما هي كده أنا خدتها زي ما هي من كتاب المدرسة قصتها وحطتها هنا رن يجري كيك يركل أو يشوت كيك بعدين عندي ثرو يرمي ثرو سبيك يتكلم سبيك تمام؟ وهنا عمل لي تمرين بيقولك لسون ثري وفور الدرس الثالث والرابع كناكت ويد ساينس لوك أن رايت انظر واكتب لسون أن ريد ذن ساي استمع وقرأ ثم قل هنا جايب للكلمات هي أفعال حركة سبيك كيك سي رن هير ثرو كمان مرة سبيك نتكلم كيك يركل أو يشوت سي يرى رن يجري هير يسمع ثرو يرمي كمان مرة سبيك كيك سي رن هير ثرو وهنا مديني صورتين وبيقول لي اختار من الكلمات اللي فوق وهنا ضعها هنا مكان النقط I can سيب لك space مسافة with my arms يترى أنا هعمل إيه بأذرعي بأذرعاتي يعني في الصورة زي ما أنت شايف هو بيعمل إيه I can I can speak ولا كيك ولا سي رن هير ثرو فكر فيها كده I can ثرو أنا أستطيع أن أرمي with my arms بأذرعي الصورة التانية I can أنا أستطيع with my legs بساقية أو أرجلي أنا قادر أعمل إيه بساقيني I can speak ولا كيك ولا سي ولا رن ولا هير طبعا ثرو إحنا خلاص عملنا عليها شرطة كده سلاش على أساس إن إحنا اخترناها فعشان ما تزولناش تاني في الاختيارات I can run أنا أستطيع الجري with my legs الصورة اللي بعد كده طبعا إحنا عندنا run وثرو طلعناهم برا out هنا الصورة اللي على الشمال I can with my feet أنا أقدر أعمل إيه بأقدامي speak ولا كيك ولا سي ولا هير تعالي نشوف الإجابة هتكون إيه I can kick أنا أستطيع أن أركل أو أشوت تمام الصورة اللي بعدها هل أخذ أماسك المنظره I can with my eyes يا طرح أقدر أعمل إيه بعيني speak ولا see ولا hear I can see with my eyes أنا أستطيع أن أرى بعيني في الصورة الأخيرة فاضل عندي speak وhear ناخد الصورة الأليمين الأول I can with my mouth أستطيع أن أعمل إيه ببقي I can speak تمام I can speak ما فاضلش غير واحدة بس هنا here يسمع يبقى I can hear أنا أستطيع أن أسمع with my ears بأذنية وبكده يبقى خلصنا الجزء الخاص connect with science وتعالي ناخد تدريبات عليها أنا هقول لك الكلمة look listen and circle يعني أنظر واستمع وضع دائرة هقول لك اسم الصورة أنت تقول لي هي دي number one هقول لك الصورة الثانية number two هقول لك اسمها تقول لي هي دي number two يلا نبدأ كده أول حاجة عندي hand hand هتقدر تقول لي فين الhand أيوة هي دي أول واحدة دي number one طيب nose 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 اللي هي أيوة برافو عليك الأنف هتبقى هي دي number two طيب number three هتكون leg leg أيوة leg اللي هي برافو الساقة يبقى هي دي number three number four هتكون ear ear أيوة هي دي ear الأذن آخر واحدة طبعا هتكون eye eye هتبقى number five طيب التمرين ده بيقول لي unscramble and write يعني هترتب وتكتب الكلمة دي face الولد بيشاور على وشه face تعرف ترتبها كويس يلا كده وريني شطرتك ورتب لي الكلمة دي الكلمة اللي بعدها feet feet الحروف مطلغبطة هي انت هترتبها من تاني eye eye العين هترتبها من تاني الحل هيكون بالشكل ده شوف انت الأول حلت ازاي وبعدين بص على الحل بتاعنا face f a c e feet f e e t i e y e تمام كده وبكده هنكون خلصنا التدريب التاني ونروح على تدريب التالت match وصل هنوصل كل كلمة بالصورة بتاعتها عندي هنا hair شعر nose انف مش اقولي الباقي طبعا mouth hands foot legs neck face عايزين بقى اعضاء body parts دي احنا هنوصل كل كلمة بالصورة بتاعتها هنبدأ بالنوز يا طرى فين النوز في الاربع صور دي ايوة النوز bravo عليك هي دي تمام وبعدين عندي hands hands فين الهانز في التالت صور التانيين ايوة سهلة جدا ونتواخدها من قبل كده من السنة اللي فاتت hands اهي وبعدين عندك legs legs يا طرى دي legs لا طبعا legs اللي هي الصورة دي واخر واحد اللي هو face اللي هو الوجه النحية التانية hair تقدر تقول لي فين الهير في الاربع صور دي ركز كده اه يا طرى دي ايوة bravo عليك هي دي طيب mouth فين الماث في التالت يا طرى هي دي الماث لا الماث اهي يبقى هي دي الماث الفم foot يا طرى الفوت هي دي foot لا الفوت هي القدم نبقى الفوتبول كرة قدم يبقى هي دي foot بعدين عندي اخر حاجة neck اللي هي الرقبة التمرين الرابع بيقول لك circle the right picture يعني اعمل دايرة على الصورة الصحيحة يا طرى الكلمة دي ايه تعرف تقرأ feet فين الفيت في التلت صور دي ركز كده وقل لي شاور لي على الفيت لو انت متابع معنا ومركز كويس هتكون هي دي الفيت تمام كده بعدين عندي هنا eyes eyes فين ال eyes في التلت صور دي ما تروحش فوق وتحت احنا التلت صورة هم اللقصات كلمة eyes ايوة eyes هي العيون العينين اخر حاجة عندي كلمة face فين face في التلت صور دي face هو صورة الوجه تمام كده كده يبقى احنا حلينا السؤال الرابع ونروح على السؤال الخامس السؤال الخامس ودينا بنتدرب كتير هو عشان نركز في مذاكرة الوحدة التانية i have بيشاور على دماغه بيقولك انا عندي رأس يبقى i have a head انا عندي رأس الصورة اللي بعد كده بيقولك i have ايوة i have دي جامعة بقى هتكون legs i have legs عندي سقين الصورة اللي بعدها صورة العيون يبقى i have eyes انا عندي عيون اخر صورة معايا هي صورة الاسنان هقول i have فاكر اسنان يعني ايه ايوة i have teeth انا عندي اسنان i have a head i have legs i have eyes i have teeth who am i وقفنا عندها المرة اللي فاتت ما انا اكون listen and read اسمع و اقرأ i am a i am a girl today i am a doctor hello i am sheryf i am a boy today i am an engineer number two كان بيقولي listen and read اسمع و اقرأ و number three بيقولي complete and say اكمل و اقول school costume party good morning i am hany today we have a costume party at school i am a king هانا is a doctor amira is busy كتبناها تحت عشان ما فيش مكان نكتب فيه فوق كف الجملة يوسف كان الراجل عامل فيها police officer هنقول يوسف is a police officer تمام كده read and write اقرأ واكتب هنا مديني الكلمات an elephant a bird a monkey a cat وهنكمل نكتب تحت كل صورة الاسم بتاعها number one هتكون a bird نكتب a bird هنا الطائر number two هتكون an elephant number three هتكون a cat number four a monkey ده اجابة السؤال ده ونروح على السؤال اللي بعده listen read and answer كل واحد هتكلم عن نفسه ونكتب التعريف بتاعه قدامه ده كتاب المدرسة النسخة المحترمة اللي نزلت ما فيهاش علامة مائية ولا غيره i have a big head and big ears i have four feet who am i انا عندي a big head راس كبيرة big ears ودان كبيرة four feet اربع اقدام فمن اكون طبعا ده هيكون an elephant اللي هو الفيل number two بيقول لي i have two legs عندي رجلين i have no arms ما عنديش درعات i have a beak عندي من ار who am i من اكون طبعا ده هيكون a bird number three بيقول لي i have two legs عندي رجلين and two arms ودرعين i eat bananas انا بيقول who am i طبعا ده هيكون a monkey number four واخر واحد بيقول لي i have four legs عندي اربع رجلين i have four انا عندي far who am i طبعا ده هيكون a cat a cat ده اجابة السؤال ده ونروح على الصفحة اللي بعدها my amazing body جسمي المزهل البزي بي بتقول لنا look listen and complete انظر واستمع واكمل بعدين في number two بتقول لي point and say shower وقل خدناها المرة اللي فاتت بس ما كانتش من كتاب المدرسة كنا جابين صور خارجية دلوقتي جابين كتاب المدرسة اهو hear يسمع kick يركل او يشوت run يجري see يرى speak يتكلم throw يرمي اول صورتين عندي هو مجاوب السؤال الاول بيقول لي i can ومجاوبها see with my eyes انا استطيع ان ارى بعيني number two بيقول لي i can with my ears باذنية يبقى i can i can hear انا استطيع ان اسمع كتبنا hear وعملنا عليها شرطة عشان ما اتلغبطناش تاني شطبنا عليها ونروح على اللي بعدها انا قسمتهم لشرايح كل اتنين في شريحة على اساس يبقوا واضحين وكبار كده بينين في العرض عندي here و see خلاص اخترناهم number three بيقول لي i can وسايب مسافة with my legs تقدر تعمل اي برجليك هتقول i can run استطيع الجار number four i can with my feet باقدامي هتقدر تعمل اي باقدامي هتشوت او تركل يبقى i can kick with my feet باقي عندي speak with throw يبقى في number five هيقول لي i can with my arms بذراعية يبقى i can throw انا استطيع ان ارمي اخر حاجة هتكون speak فهقول i can speak with my mouth انا استطيع ان اتكلم بفمي كده احنا جاوبنا على دولة هنا بيقول لي values القيم او القيمة life skills او مهارات الحياة listen and read استمع واقرأ هنقرأ الكلمات دي ونشوف هو عايز يقول لنا اي زي ما انت شايف طفل كفيفة هو ربنا عافيكو كلكو يا رب this is my friend زياد هذا صديقي زياد هو لا يستطيع ان يعرى هو يستطيع القراءة بيديه طبعا بيقرأ بطريقة براون بالحروف البرزة بيمشي ايده عليها فبيفهم كويس الكلام المكتوب من غير ما يشوفه وهو بيتدرب على الكلام ده في مدارس خاصة نقولها تاني this is my friend زياد he can't see he can read with his hands number 2 بيقول لي this is my cousin مريم دي بنت عمي او بنت خالي مريم she can't hear هي ما بتسمعش we can speak with our hands بنقدر نتكلم مع بعض بيدينا بالاشارة يعني زي ما انت عارف اللي ما بيقدرش يتكلم بيقدر يستعمل ايديه في الاشارة علشان يعبر عن الكلام اللي هو عايز يقوله وهو بيتدرب على الكلام ده زي ما قلنا في مدارس ومعاهد خاصة نقوله this is my cousin مريم she can't hear we can speak with our hands number 3 this is my brother اسر ده اخويا اسر he can't run هو لا يستطيع الجاري زي ما انت شايفين قعد على كرسي بعجل هو ربنا يعافينا كلنا يعافيكم we can play نحن نستطيع ان نلعب يقدر يلعب هو كده بايده وهو بيجري بالكرسي بالعجل ده نقول الكلام ده كمان مرة this is my brother اسر he can't run we can play نروح على الصفحة اللي بعد كده عايزين نشرح الكلام ده كان مكتوب ازاي كجرامر قلنا قبل كده ان فاعل can بيكون ييجي بعده فاعل في المصدر بيكمل معناه وبييجي بعد الفاعل يعني مثلا هيكون الفاعل i او ايا كان الفاعل من الضمار السبعة او اي فاعل مفرد او جمع هنقول i can والفاعل في المصدر تمام زي مثلا ما هقول i can play انا استطيع اللاعب i can run انا استطيع الجاري i can see انا استطيع ان ارى i can walk انا استطيع الماشي زي ما انت شايف كل الافعال اللي باللون الاحمر دي جات في المصدر بتكمل معنى can i can play i can run i can see i can walk لما حب انفي الكلام ده هقول انا لا استطيع هنضع كلمة not بعد فاعل كان وممكن اختصرها باننا احزف ال in واحزف ال o ونضع مكانهم ابوسترو فهقول i can't وبعدين نجيب الفعل في المصدر i can't play انا لا استطيع اللاعب i can't run انا لا استطيع الجاري i can't see انا لا استطيع الرؤية i can't walk انا لا استطيع الماشي تمام ده بالنسبة لعدم الاستطاع نكمل مع بعض هنا كمالة الصفحة بيقول لي read and match اقرأ ووصل زياد هنا زياد كانت زياد لا يستطيع ايه play ولا here ولا see ولا read زياد كان زياد يستطيع ايه ونشوف مريم كانت مريم لا تستطيع انها تعمل ايه اثر كان اثر يستطيع ان يعمل ايه وجاب لي للافعال play يلعب here يسمع see يرى read يقرأ نجيب اول واحدة كده زياد كانت اللي ما كانش يقدر يعمله زياد انا قطعت لك الصفحة هي وجبتها لك مصغرة علشان نحل منها زياد كانت see can read يعني هو ما بيقدرش يشوف يبقى زياد كانت see هو حللها اهو طب هو زياد كان يقدر يعمل ايه زياد كان read يبقى هنا هتبقى number two ماريام كانت ماريام ما بتقدرش تعمل ايه قلنا هنا can't hear لا تستطيع ان تسمع يبقى هنختار hear هتبقى هنا number three can اسر يستطيع ما فيش غير play يبقى هنختار number four can play اسر يستطيع اللعب هنا بيقول لك values life skills respecting diversity يعني احترام التنوع والاختلاف كون انك تشوف حد مختلف عنك اه عنده اه عجز او مشكلة في زاو العاقة او الاحتياجات الخاصة لازم نحترم التنوع والاختلاف ده ونحاول نساعده على قد ما نقدر ونلبي احتياجاته تمام هنا بيقول لي ازاي ننطق التي اتش ونزاي ننطق الاي اي عامة التي اتش بتتنطق ثاء ولازم اطلع لساني برة صف اسناني فهقول ثاء ذاي كلمة three mouth bathroom throw نقولهم تاني three mouth bathroom throw three يعني رقم تلاتة mouth اللي هو الفم bathroom اللي هو الحمام throw ده فعل معناه يرمي احنا مهمتنا هنكمل الحرف النقص او الحرفين النقصين معنا كده الصوت النقص الصوت بيتكون من حرفين التي مع الاتش انت عارف ان التي بتتنطق لوحدها التق والاتش بتتنطق ه لكن لما يجوا الاتنين مع بعض حرفين ساكنين بيدوني صوت مختلف وهو صوت الثاء زي كلمة three mouth bathroom throw كده احنا كملنا الاصوات النقصة بعدين هنا بيقول لي look listen and complete with ee الاe اي بيديني ماد طويل زي الماد الياء في اللغة العربية فهقول اي نفس الطريقة كده زي thirteen green thirteen green اسمع كده thirteen كملناها اهو green thirteen رقم تلاتةاشر وgreen اللي هو اللون الاخضر تمام كده عرفنا صوت التي اتش وصوت الاe اي اي انا بشرح بسرعة عشان عايزة ادخل على الوحدة التالتة لان انا اتأخرت على الناس والناس علىنا لكن معلش نحاول بقدر الامكان الاسبوع ده ناخد اول جزء في الوحدة التالتة ان شاء الله هنا بيقول لي اتعلم تكتب مع البيزي بي look and complete then say انظر واكمل ثم قل هنكمل الحروف انت تعود انك تكتبها وبعدين تنطق الصوت teeth اسنان كتب لك الاe three th mouth th green ee tooth th b ee نقولهم تاني teeth three mouth tooth b هنكمل connect with science يعني ما نهج connect مع العلوم how we grow كيف ننمو listen استمع read اقرأ and say وكل هنا miss mona بتشرح لنا ازاي بيتطور الانسان لما بيكون طفله صغير بعدين بيكبر شوية وبعدين يبقى راجل بالغ زي ما انت شايف جاب لك اول صورة كاتب لك تحتها a baby ثاني صورة a child طفل ثالث صورة an adult يعني بالغ انت بتكون بيبي صغير راضية تمام وبعدين كبرت شوية بتلعب كورة وبعدين كبرت بقيت راجل ما شاء الله تمام دلوقتي وبتشتغلوا معك الشنطة بتاع الشغلة وبتتكلم في التليفون بتخلص اعمالك تعال نشوف miss mona شرحت الموضوع ازاي وبعدين هنشرح زيها او الله هنشرح زيها this is how we grow ذلك او هذا او كيفية النمو كيف ننمو a person starts as a baby a person يعني الشخص starts يبدأ as a baby كطفل راضية the baby grows into a child الطفل الرضيع بيكبر ويتحول الى طفل اكبر منه شوية the child الطفل grows into an adults بيكبر وبيتحول لرجل بالغ نقول الكلام ده كمان مرة عشان هنقلده في الصفحة اللي بعدها this is how we grow a person starts as a baby the baby grows into a child the child grows into an adult نقول الصور تاني a baby قول معايا a baby a child an adult تعال ناخد الصورة اللي بعدها هنا بيقولك في number 2 انظر استمع ورقم حسب الترتيب هنا هناخد مراحل تطور البيرد الطائر a bird number one بيكون بيضة an egg number two هيكون a baby bird يعني طائر رضيع لسه بعدين an adult bird يعني طائر بالغ طائر كبير يقدر يعتمد على نفسه يبقى تعال الرقم كده a baby bird هتكون number two هنا بعدين هيكون an adult bird طائر بالغ هتكون هنا وتعال نقول الكلام اللي قالته miss mona زي ما قالت من شوية كلام ده عايزين نقلده بالضبط بس على الطائر مش على الشخص هنقول this is how a bird grow هذا هو كيفية نمو الطائر a bird starts as an egg يعني الطائر يبدأ كبيضة the egg is broken البيضة بيت تكسر and the baby bird goes out والطائر الرضيع بيطلع بره البيضة the baby bird grows الطائر الرضيع تمام ينمو into an adult bird ويتحول الى طائر بالغ تعال نقول الكلام ده تاني this is how a bird grow a bird starts as an egg the egg is broken and the baby bird goes out the baby bird grows into an adult bird ده الكلام المفروض تعمله انت بنفسك وده استحالها يحصل طبعا لكن قدينا ماشيين وراء connect لما نشوفها يودينها على فين الصفحة اللي بعدها بيقولك connect with math يعني منها connect مع الرياضيات count the legs and say عد الرجول يا سيدي وكل طبعا مش كل يعني هتاكل لا كل بالقاف يعني هتقول a fish a bird a camel an ant a snake a bee كل الكلام ده واخدينه قبل كده فما توجعش دماغك بانت تحفظ انت اكيد حافظ الكلام ده لكن تعال نشوف الراجل ده هيقول ايه ونقول زيه a fish has no legs السمكة ما عندهاش رجول يبقى هناخدهم بالدور كده واحد واحد ونقول الكلام اللي ينطبق على كل واحد عدد الرجول عنده قد ايه او ما عندوش خالص انا برضو اسمتلك الكلام ده ليه اكتر من صفحة كل صفحة هنختار فيها number منهم من number two لغاية number six تعال كده نبدأ ب number two هنا بيقول لي a bird has two legs الطائر عنده رجلين a bird has two legs تعال نروح على الكامل ونشوف عنده كام رجل a camel has four legs الجمل عنده اربع رجول a camel has four legs يلا بينا على ال ant an ant has six legs النملة عندها ست رجول زي ما انت شايف عد كده وعلى مهلك an ant has six legs ويلا بينا الروح على السنيك بيشوف عندها كام رجل a snake has no legs التعبان ما عندوش رجول خالص بيمشي على بطنه زي السمكة كده ما هي ما عندهاش رجول هما الاتنين ما عندهمش رجول وتعالوا الروح على ال b النحلة اخر حاجة a b has six legs ان احلى عندها ست رجول a b has six legs طبعا احنا اخترنا فعل has مش have لان احنا بنتكلم عن مفرد تمام نعوض عنه ب it وقلنا هي والشي و it بياخده has لو تفتكر الفيديو اللي فات لو ما تفردتش عليه ارجع له تاني تمام number two هنا بيقولي complete the table اكمل الجدول zero legs اللي ما عندهاش رجول two legs اللي عنده رجلين four legs اللي عنده اربعة six legs اللي عنده ستة وبيقولك ان a fish هي رقم واحد اللي ما عندهاش رجول و هنحط معاه لو تفتكر a snake التعبان كده يبقى احنا كملنا اول خانة a fish و a snake الاثنين ما عندهمش legs تمام يبقى zero legs طيب مين اللي كان عنده رجلين اتنين ايوا a bird الطائر طيب مين اللي كان عنده four legs كان عندنا a camel الجمل طيب six legs كان عندي an ant نملة و a b نحلة تمام كده number three بيقول لي read and complete اقرأ واكمل a سايب لك مسافة has no legs ما عندوش رجول a has six legs عنده ستة رجول a has two legs عنده رجلين i have وسايب لك مسافة two ايضا يبقى هنقول a snake has no legs التعبان ما عندوش رجول a bee has six legs النحلة عندها ستة رجول هتقول لي تمام ممكن ناخد النملة لا هو هنا l a اداة نكرة يجي بعدها اسم يبدأ بحرف ساكن واللي بيبدأ بحرف ساكن هو b اللي هو حرف ال b لكن ant لو هو كان كتب لنا an كنا خدنا ant لان ant تبدأ بحرف متحرك تاخد اداة النكرة an فمدام جاب لنا a يبقى هنقول a b has six legs النحلة عندها ستة رجول a مسافة has two legs من اللي كان عندو رجلين ايوه has two legs i have two i have two two يعني الكلام ده two دي معناها رقم اتنين i have two يعني انا عند اتنين و two اللي هي double o معناها ايضا i have two two يعني انا عندي رجلين ايضا two ده رقم و two دي معناها ايضا تمام كده الصفحة اللي بعدها صفحة المشروع look انظر read and make اقرأ واصنع working groups واعمل في مجموعات طبعا البروجيكت بتاعنا هيكون عبارة عن hand print يعني بصمة اليد كفة الايد بيقولك number one paint your hand هتلون ايدك وبعدين make a hand print بعدين هتطبعها كده على ورقة تعمل بصمة ليدك كلها فالبصمة دي بيقولك draw a beak هترسم ليها من R and eye وعين two legs ورجلين and two feet وقدمين هيطلع عندك شكل الطائر decorate وبعدين هتزينها وتكملها هيكون الشكل عندك كالتالي اهو البصمة كانت معمولة بالعرض عمل لها من R من فوق وعمل لها رجلين اهو وعمل لها اقدام فبيقت بشكل طائر وعمل لها شكل غصن من تحت كأنه واقف على غصن واخد شكل الطووس كده بيقولك show until انت هتوقف كده وتتكلم وتقول this is my bird هذا الطائر بتاعي it's red لونه احمر it has two legs عنده رجلين انا بيك ومنقار طبعا الكلام ده لازم تتعلم تقوله this is my bird it's red it has two legs انا بيك هنا بيقولك self assessment التقييم الذاتي تقييم نفسك read and color اقرأ ولون the stars النجوم that describe your effort التي تصف مجهودك كل نجمة بتحدد مستواك يعني هنا بيقولك i can read most body words and words describing the sense انا اقدر اقرأ معظم الكلمات اللي بتصف الجسد واقدر اوصف بيها الاحاسيس ده لو انت بتقدر تعمل كده هتاخد نجمة i can read all body words انا اقدر اقرأ كل كلمات خلي بالك هنا read اقرأ كل الكلمات and words describing the sense واقرأ كل الكلمات اللي بتصف الاحاسيس هنا تاخد نجمتين لو انت بتقدر تقرأ كل الكلمات مش معظمها بس i can read and write a body words and words describing the sense انا هنا بقدر احفظ اراية وكتابة اقدر اقرأ وكمان حافظ the spelling لو انت حافظ the spelling الناس اللي بتسأل على حفظ الكلمات اهو مطلوب اهو لو انت بتقدر تاخد ثلاث نجوم وهكذا انا لو قعدت اقرأ لك كل الكلام اللي موجود ده الفيديو مش هخلص واحنا عايزين ندخل في الواحدة التالتة فانت قيم نفسك اقرأ وخلي التيتشر بتاعك ترجملك الكلام ده هنا بيقول لي play time وقت اللعب look and write انظر واكتب جاب لك arm face feet foot head leg ومش هورد لك على كل عضو من جسم الانسان وانت هتكتب arm هو حلها الarm اللي هو الذراع بعدين number two هتكون ايوا برفو عليك ال head ونشطب عليها كده number three هتكون face number four هتكون leg number five هتكون foot number six الجامع بتاعها feet تمام بعد كده في play time هنكمل مع بعض هي في نفس الصفحة لكن انا خلت لها صفحة مستقلة هنا بيقول لك look and write ذي اللي حلناها number two point and say كل كلمة هناخدها ونحطها في جملة ايه هي الجملة بيقولها الولد دهو انا عندي ذراعين طيب تعال نقول الكلام ده بالنسبة ال face يبقى هنقول كده i have a face انا عندي وجه i have a face i have two feet i have two feet الكلمة التالتة انا عندي قدمين i have a head انا عندي رأس انا عندي ساقين تمام كده خلصنا البلاي تايم بعد كده في البلاي تايم بيقول لي look and complete the drawing انظر واكمل الرسم i am a boy على الشمال i am a girl على اليمين انا ولد انا بنت وبناء على رسمتك هيقيمك teacher teacher assessment يعني تقييم المدرس number two هيقولك color and write يعني هتلون وهتكتب يعني small ② اشترك 另 KE اشترك 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 شكرا